السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل خاصتنا أسار الفضائي البارد الثامن ونبيعين الجرئ الثاني هدا جئت واقفة أرجف على صفحه وهشام هذا على أخوه لازم من ياخته وذاك دفاعه بعدها صارت عركب بينهم قوية واحد يظهر بالثاني والبنات قوم قاسم يردون يفقون ما يقدرون عليهم ما قدرت أصبر أشوفها أكثر رح يتركض الاتصالة على قاسم حتى يلحق على هشام وخالتي اللي وجهها اعتصار أصفر وانخطف لونه شانت تتصلوا أسمع صوت الصياح وأصوات رجاء تجيدوا بالعركة تبعب أنا من أميك اللي أرجف فتع الاتصالة له قاسم عافية تعالي البيت ضروري تجي هسه للبيت شنو شبيتش هده صاير شي هده يا هشام دا يتعارك ويا أخو اتشبير وخالة وجهها ما يطمن أصفر خايفة عليهم تحاول تهدي هشام أو أخو لو أخو تبعدهم عن بعض بس ما يكون أحد يسمع عنها جوابني استعجال يلا يلا أنا جاي بالطير هده يعانيت على أمي روحي يسحبيها بعيد عنهم هذا صفاء ناقص كل شيء يتوقع منه كان يحشي بخوف على أمه هو حقا يخاف عليه لين كلام صفاء ويا خالة كان بيه واي حقد ودفين والله لو سامع قاسم يحشي هاتشية ويا خالة يمكن يدفنه أبقى رضا سمعت السياح هشام وبوعد خالة والبنات كلهم لازمين والصفاء طلع من البيت وهو يتوقع له يقل لي ولك هشام إذا ما كسرد رجليك رجليك وخليك تعزي الحف زحوف ما أكون صفاء وخليك خدام خلي خدام إيد قاسم أبو الملاهي وقعد يمن نسوان وقاسم عند الطبيع أحترم نفسك وطلع برا من نتوح في دول التراب رجلين ودية ناقص وطلع برا هو هنا طالع ما ميت عليكم وأبقى بس بسيطة تجيجي الأخبار عزب عينا حجها بتحديد عدى الياخت قريصة ومستحترف المجروحة باوع الهشام ومقاسم بعيون كلها غل وهو طلع هشام اللي شياطين العالم كلها متربعة براسه من الغرض والعصاب لازم إيد خالة يريد يهده يروح وراها وراها بس ما يقدر حج حجي أبوس إيدك هديني برحمة الموتاج خليني يقص لرسانه أم غاسم موقفة قدامه وحاط إيده على صدرة تدفع بي خالة داخل البيت يوم هشام الخاطر يكتفي الشار والله قلبي يخلص من المشاكل كوثر هسه أنت ليش حارق الدنيا عوفهم لوحدهم يحشون إذا كانت متريد تزوج بتعمل خلاص مو مشكلة قلهم ما أميداً ما حج يقدر يجبرك أنت رجال وغاسم تأكد كلامك وثري والله صدق أنت لا تاخذ بعجيهم وتقعد تحرك بدمك جاوبه وبعد وبعدها يؤفوه نلغضهم حجية حجية السالفة مو سالفة اعتراض على بتعمل اللي استفزني كلامهم طيغة تعامل هذو الأخواني وأبوه يعرفهم كل زي ترسال فصارت بالنسبة لهم مسألة تعناد وكسر أخشون كان هو يحشون ودخل قاسم علينا أبوه على أمه وهشام وقالي شاكو صايا قاسم تفاجأ بجيته متدريبية تصالت عليها هاي هو مقاسم الله يساعدك أشو راجع من وقت قاسم الله يسالت حجيه هاي شاكو بجيته علبية أريد أخذ الفلوس وأرجع للشغل قلت تحواج مستغربة جواب قاسم لهم ما ليش ما قللها أنا اتصالت عليها كمّل كلامه شون وش بيكم ان خرستو متحشون هشام شبيه من العصب وانتي حجية شبيه وجهيش أصفة أم قاسم تريد تلحم السالفة وما تريد تقله لأن تعرف قاسم قلبه ما يحمل محمل عليهم أم قاسم له هاي شماكوشي لأن هذا من عمك صفاء الجهنانة وحج هوية هشام وقلها على أساس أبوه خاطب له بنت عمه منير وطلبها منه يمجع للبيت لأن أبو يريدي زوجه هذا كلمات بالموضوع رفع حاجبه سوى روحه ما بصدقها وانت شبيكه معصر هشام رفع شعره عليه جبينه ورجع عليه وراه لا هيك بس شوية يضوج دي كلام صفاء عبالهم أنا بكيفهم أمشي حسيت في هشام ما راد يطلع أم قاسم شذابه قد أم قاسم بس عدنا إحنا إذا عثرت أم العلوم وليخفر الخبر هاله لا قاسم مهج الحشي هشام معصر لأن صفاء جاوز على أمي وصار يحشي كلام أكبر من راسه انتبهت له قاسم طول ما هاله إذا تحشي وهي قاسم علي صاره وهي وقفة برا قاسم اتعرض بيديها وتعشي بس وين هاله كتت الأكبر ما كو أباو على مقاسم رصت أسنانها وسوتنا بيتها حركة تواع بس يعني بسيطة أصبر لي أنا إليش بعد ينقاسم داب عليها هي وشام باو عليهم يعني هش الحشي يطلع الناقص صفاء جايل هنا أنا وبنص بيتنا وبجاوز عليك ومعني صوته ببيتنا هش بكل صلافة مقاسم يوم مقاسم انتش تدري بيان قابل هش فقير واخلي يتجاوز عليه وسكت له هو ما يجرى يقلل من احترام وياه يكفي أنا مقاسم يسد أكبر حلق بس هو ما قدرته طلحه ما قدره ما قدرته طلحه عليه هشام قام يحجي عليه ما دام دخل هنا وتعركه بدون ما يسوي حساب الحرمة بيتي خلاص ها هي قتبت علي حجة والله العظيم إذا ما اليوم أسحل بنص بيتهم مثل الخروف ما أتسمى قاسم دعوا وجهه ورادي يطلع هشام صاح وراه انترضي قاسم أخذني وياك رجل على رجلك مقاسم بذلت وراهم ولكون الخاطر الله رحموا بحالي انتوا تردون تموتوني ناقص فتعوا قاسم حاجية لا تخافين ما ما سأسوي شيء بس أحتهم حدوا أريد أخلي عبره ودرسه قدام الكل حتى يعرفون أوادمهم الزمن أول تحول بعد ما اسمح لهم يستغلوا العدم وجودي قبل مثل قبل بالبيت يجون يسترون ويسابتون براحتهم ويطلعون بدون ما أحد يردهم طلعوا من البيت وعافوا أمهم وراهم خايفة والبنات دخلوا بخالها للبيت أو معالم القلغ ومرسوموا على وجههم أول ما دخلت المطلق شافت هالا بوعت الأغرب هالا صادي فوق بعد ما شفش قدامي هسي تحاشيني أحسن ليك لأن ما أعرف شو حي يصير يكون مصيريك بين إيدها صمت صمت إيدها وقمزت على أسننها قزت ست هالا برشافت حركة أمها وعصبتها قبل قمزت من مكانها والدرج سوتها شبختين أم قاسم بسيطة هالا بس خلي يرجعون أخوانيك بالسلام وأطمن عليهم أنا علميك وعيد تربيتك من جديد إذا ما قصيت لسانك وتوق وابتك من هاي العادة ما تسمى ما تسمى أم قاسم شفت وانا لزمت إيدهمها وقعدتها بحتى تهديها وانا دخلت للمطبخ حتى تجيب قلاس ماء الخالطة وعلاجها انتبهت الكرثة وكانت لازم أن أقالها معرفوية منو تحكي بس اسمعها تقول لي أروحها فيه ألحق عليهم قبل لا يسونوا الشي أخذت قلاس الماء والعلاج الخالة رفعت راسها بوععت لي وأخذت الماء مني وعلاجها قالت هحمة الله والدي هحمة الله والديك خالة والله حلقي نشرف من الهبطة بالعافية خالة بوععت المنا وقالت لتش يموة منا التصليل على عمك أبو صحيب حتى يلحق على أخوتك والله راح يصير به شيء من وراه الهبطات منا موما صلى عن النبي ذات خافين وخلي قاسم زين يسوي بهم وراح البيتهم خلي يحط لهم حتى مرة ثانية ما يستهلون الوضع مثل قبل خليهم يعرفون البيت اللي حرموا وراعي أخوي قاسم تركت منا وكرث أيام خالة وانا محتى أخذت النقال وصالت فوق وحتى أتصال على قاسم أسماء البنات هم قاسم يحجون وانا قلبي وجاني خفت على قاسم لا يصير به شيء ويأذونه عقدت حواج بيه انتبهت على روحي شبيه يشك ومستقرب هذا الشعار الجديد علي ما مرضى بيه من قبل انا فعلا أول مرة بحياتي أخاف عن سلامة رجال رجاله أقعد أدرق وبخوف لا يصير علي شيء اتصالت فوق هنا منه ولقيت هذا الشيء اللي نقالها وتتصال على سعار مرة عمها كارو بس يدي قمت فرد عليها وهذه الطلعت من الغرفة والعيون مرة من النوم لأنه هنا الأخذ كل يوم أول ما ترجع من الامتحنات قبل ثلاث راسة وتنام حظرت الاختصاص سائقة مخدة هاديل الشركة الليش هالصيا هالي أصلوات على محمد وحروجا أي نا كامل نوم تج خلصة ستة هاديه هاستوهر تتحزم هاديل فرد عيونها وقالت مو صوتيش صوتيش أنا سألت واحدة بقرة مثلنش دارت وجهه ونزلت جواب سرعة وهالا نطنونها سدروا حياتك اقلتش منو لشانني سمعانت قالت علي بقرة لونة طلطانة أنا هازيت راسي متأكد قالت عليك بقرة وانا وانتي بقيت ساكتة مثل الحمارة. ما جاوبتها حمارة انتي. بس بسيط دخلت الصبر اللي انا اعلمها بعدين باختها بالعركة. اذا ما اشتعلت انا اثبتها في الصخلة. واخاف انزل قتا ومعرفت من عدها وتعالي قليلي حصلتهم لوا بعد. بعدش لا ماكو ولا واحد يبدء بهم. وهي الغبية ساعات ماكو هم مترد. اقول هالا صدق قاسم شنو شاني اقصدوا بكلاما قبل شوية من قال. بعد ما اس لكم. مثل قبل اسكت لهم مثل قبل. هالا امو عمام دقائقهم النار صويانة. اهو ايه لا تعد ولا تحصى. ما تشوفين احنا علاقتنا بهم. مو هل قد انا عباري. علاقتكم بهم خربت من وفاة ابوش اللي صار وياه. دخلت الغرفة. غرفته. انا دخلت وراها وكملت كلامنا حبيبتي احنا من قبل وفاة بابو. ما يدحاتوا يا عمام. علاقتنا بهم كلش قليلة. اشغلت لي قادي احنا سريع. تعال لي قادي اخلي احتيش على سبب المشاكل. شوف يا محفوظة السلامة. عمامي من قبل. هما شايفين نفسهم على بابو الله الرحمن. ان هما كلهم. ما اخذي الشهادات عالية. وزوجاتهم من هم نفسهم. عدتهم شهادات عالية. وبابو الوحيد بهم خلص مع احد. وشهادته مقارنة. مقارنة بهم. يعتبر ضعيفة. وهو مو من مستواهم. ايه بس. هذا مو سبب الكراهية بين الاخوان. يعني معقولة على مود. هم مو احسن منه بالشهادة. يصير بينهم حسن زيادة ويسوون المشاكل. ويا اخوانهم. ليش? لا مو هيش? الحجي قصدي. هاي احد الاسباب. بس سبريلي. هو سمعيني للاخية. يلا كاملي. اسمعت مو بابا تزوج امي عن حب هاتشي اللي افتهمته. كانت اخيط صديقة شافها وحبه وزوجها. ومنها بدت تسلسل المشاكل بين ماما. بين بابا وعمامي. وجدي لي انراد. يزوجها. جدي وعمامي اعترضوا عليها. مقبله وبس بابا راح لعمه. ابو فرزدق. الله يا بحمه. خلالي يتوسط له. عند ابو وفعلا بالشافعات. يلا وافر جدي على الزوج بس سؤال. جديك وعماميك. ليش كانوا مقابلين على هذا الزواج. لان ما مكمل لدراستها مع العلم والاطلاع. اهل ماما ما القاصرين. ناس معروفين وعدهم جاه وخير من الله. بالجد وكان يعتبر نفسها ارفع شائل من اهل امي. والنوم بتزوجها بابا. معاها صارت خلفتهم كلها بنات. وهي من غير كل شي هما يتخبلون من امي. ونها شبين وياها والنوم خلفت لهم اربع بنات. هنا جماعة ما صدقوا يلتمون على امي حجه. حتى يتعاكون وياها. ويحججونها من البيت. وصاروا يضغطون على بابا حتى يتزوج عليها ويخلف. ولده بابا كان دائما يتهرب منهم ويرفض. بس امي رقم اللي صار بقد صار على عياله. وما متحمله لحد ما الله من على باب. ورزغها من وسعة. واشتراء البيت بنفس منطقة جدو وهو اللي نفسه. هذا البيت اللي عايشين بي. وانتقلوا الى امي والحمد لله جبه. جبت نفس من عيالهم على لحتهم. وبابا بده شغلة يكبر ويطور بعدها. امي حملت وجدو لا زال يعبر. يعيب بابا ويقل لها ستجيب لك الخامسة وتجي امي. خطيئة ما تسمع كلام جدو عمامي تنقه. ابركتها ما بقاء نذر ما نذرته. على مودي يصير عدنه. عدها الولد. وصدق ربا استجاب. الدعاهم هي وبابا. وكان يجيهم الولد ويسموه قاسم بعد طول صبر. ومعانات. صار نسبة العمامي وجدي مثل الشوكة بعينه. وخاف كان بابا بس يحب ماما وما يتركه. انه بزادت مكانة مكانة امي عد بابا. وصار ما يخطي خطوة. افشاء الله الا ياخذ شوان فرائحة. بالمقابل عمامي عماتي متخبلين من هذا الوضع وبعدها يطلعوا دعاية جديدة على امي. على خلتها مثل المحبس بيتها. ورغم ماما صار عندها قاسم بعد ما اكتفت قالت اريد اسوي لاخ. همضا لاخ جبت جربت حظها وحملت وانجي. كانت يجيها ابنية حلوة. كانها اميرا اللي يشوفها يغمى عليها من جماله. اقليش. مو وصلوش. دور بالسالفة. وحميتي علينا. يلا شينو كميلي. ام داج عبا. اصلا انا اجيت عالدنيا. اتقول فاطمة اختي. ما مقامة تبكي بس بابا لا يحكي عليها. وقلي لها صدق زعلت منك. زعلتيني منو. اكو اكو دي احجي. تجي لهتش ان امرو يبشي. وانجي اسم الواضح وهو شان يبيده. وكبر بذاني. وهنا رحكت وسويت له حركات بعيوني. وهو الجنع اللي رحكتي وصار بينا حب من اول نظرة. تبا حميتي. وهو ايو الحماد نفسي رادله. رفت الى ابو الله صدق. واحكي ودليل بابا على ان هذا العواضل. ذبح خروف على سلامة عمم سلامة حضرتي. وعمامي وجدي سمعه وصار عند ابنيه. وذابح خروف وهم اجوا وينجلطون من الغيظ. وكان جدي او بابا حبيبي. القالي مات من الفرحة. الله الرحمه. وبعدها اجدت هديل الصخلة رباي. وبعدها ورا انك جمالته امي تمرضت وشاله ورحمها. ومنها عمام رابطلوا. وزاده. وزادوا ما نقصوا بضغطهم على بابا خصوصا عمم محمد. لان هو اخهم الشبير. والامر الامر الناهي من بعد جدي. هو كان يلح على بابا يتزوج على امي. وحدة ثانية يتخلف لولد. واخترح علي يتزوج اخته. اخذ زوجته. الصر خارة رهف. واحدة مع النساء معقدة. بادي يمشيها برأس بابا ويزوجها الى كالعادة بابا يصدهم ويقابلهم بالرفض. بالمقابل امي صارت تتخبل. من عمو. ام محمد لان هو يظلمها. وانه قاسم. مقابلة مغامراتها وعبايكا. ومشاكل اللي خلت الكل يتمشي. يشمت بابا وامي اولاد عمامي. عينا مثل اهلهم كانوا يتعاملون وياه قاسم بحقارة وكلش متكبرين. وكان حتى ما يلعب. حتى لعب ما يلعبوا وياها وياه من كبه وصاروا ما يحبون. يقعدون ويا قاسم وقاسم ما ادراكها ما قاسم. شاكل ما يحاول يقترب منهم ويريد يلعب وياهم هما صدونه. كل وهو مس هو من يشوفونه يبتعدون عنه ويسمعون حشي بالغلط يقوم يهد عليهم ويسحلهم سحلوا يخليهم واحد يدمر بالثاني. ويعني باقتصال فكرة ما يلعبوا يا قاسم ومداية عالية. وخاف بس كانوا يذبون يذبون قاسم وانه بس قاموا يتجنبون للوكح بس يتعاركبت سامل قلت. يعني ربك ياخذ شي وينطيه شي هما انطاهم والتفوق بد مدرسة وقاسم والله انطاها الايد اللي تبطش بها عالية. الخطية كذا طول عمره الوحدة ويسمعوهم ويسمعوهم يعيرون بابا لان هو وكح مفالح بالدراسة. يقل له طال على خواله متخلف متخلف وهمعجي ومن عندها بابا بده يتعارك ويا قاسم وورة السنين وشغل بابا توسع وعمامك قاموا يحلمون يحلمون عليه لان صار عنده فلوس صار اخوهم العزيز ابو قاسم الوردة. ما تشوفين امي ليش تريد تبعد قاسم عن رهف هاي واحدة من اسباب. تعرفهم انه مو حبا بقاسم موافقين على الزواج لان هم على مودة فلوسة وحلالة هاي غير اضوهم نفسية. بالحقيقة بعد اللي سمعت من عمامك اقول ان حقها خالة الضوج من عندهم لان الجماعة عم سويه بلاية ملح. هالي يا الله تعالي خلينا نزجه ونشوفهم بل كي تصلوا عليهم حصلوا وقامت مكانها وقامت وياها. ستها لا دي ربالج ترى انتي دمج مهدوة امك متحلفة بيك. هالي دي الله عاد قابل جديدة على احمد راضي. امي من شفته وشافتني متحلفة بيه. نزلنا لقينا ام قاسم والبنات على حطتهم وهدي قاعدة يوم هم مشارة الهلفة وتاكل. ام قاسم اضحك. ام قاسم هسه هم غير يردون عليه ينطمنوني. هسه من البسعبات واروح غراهم اكو احد الامني. كوثة لاعب يا ماما. لا تسويها والله قاسم يغلو الدنيا. اذا سويتها رحتي ورا. ام قاسم اشلون يا ربي. يعني ابقى منتظرتهم على النار. معروف شو سووا. كانت تحشي. وكان يدقنا قالها والمتصل خالة ام فرسدق. حجته اياها واللي افتهمتها من خلال الحجي ان ام فرسدق متصلة عليها. حتى تفهم السؤال من خالة. وخالة سألته على على عمه فرسدق. راح وراهم لو بعده بعد بعد نهت الاتصال. سألتها مناها شو قالت خالة فرسدق. خطيئة سألتها على سالفة الصفاء. سألتنا سالفة الصفاء وهجام. وقالت ابو صحيب وراح وراهم. والحمد الله ملحق عليهم قبل لا يتعاركون. وقالت بعد بعد اللحظة الساعد بيت كاظم. كوثر الحمد الله على الله قلت طمنا عليهم وقاسم. عفيا بنا. تذكروني مو انسة. يوم الخميس السنوية مال ابو فرسدق. الله يا محمى. وفرسدق مساوي ثواب. و. عازمي الكل وطلبت مني اسوي جدر دولمو للثواب لان هي تحب دولمتي. خطيئة اذا ما اتلوق لومين ابع الحنان. لعد المنتري ديني اتلوق. لبو غاي. ابو اسم بلاحة شزايد. لا عبالي اتنسية السالفة. بس اطمن على الولد الاشلا. اذا ناتش عماء. جدد ابهدل حتى روح للمستشفى ماريو حبيبتي شوف اريدك تبدين من هس الدرسين ما للسنة الجاية. واذا محتاج ملازم كتب حتى الدرسين قولي ماريو مصار اليوم وحتصل على صديقتي منتب جدول الدروس. اكتب لك شنو احتاج. عافية. حبيبتي اريدك ترفعين راسي. ماريو ان شاء الله اشد الحيلي واخلي اجترف عين راسي. عافية حبيبتي. قبل لا اطلع قبات شرمه وعازمتنا على الغداء. كنه. قالت خلي ماريو تسوي لي كيكة المشمش. صامن عيوني موت الدل المشمش. يلا تعالي سدي الباب ورايا. موت انسين تنطين الدواء. السليم مموعدة. ان شاء الله طلعت راعة الدوامي ونتعول عليه. احس المستشفى صارت بيتي الثاني نزلت. عالشارة العام قريب عن المستشفى. ادلت جنطة اجت في موشيت. وبالاثنان ما كنت امشي مور السيارة من يمي. خفف السرعة والسيارة نزل جامع. الترهد جان اشوف الحيوان الشاكل. بصيت على اسناني وقوم ملد طريقي. عبارك ما شفت وسياته تتحرك علي كيف بصفي. حيش هاشا يومج يلتي له. يلتي شون راييش. باشرة اجي لبيتكم من الخطوبة والعرس والاسبوع. اتوقفت مكاني والتفتت عليه. كلام استفزني. شوف شاكر والله العظيم اذا ما تبعد عن طريقي. لا اقدم بلاغ للشرطة واخليهم يسحلونك. شاكر بكل نذالة. انا سامع لابني اذا اتريد الفزعة. تقوم تهدد الناس ابوه حتى ياخذي لحقها. ايشو انت تهدديني من الشرطة. شاكر وانتريد توصل. بهذا كلامك احب بقلك. انت غلطان. انا كنت اتوقع انا ضعيفة لان ما عندي اب يفزع لي اسمح مني زين. انا اعدال عشر رجال. وعرف شون اخذ حقي من حلقة سابع. وانت مو شفت شفت ابوي مثلك ناقص غيره. عبالك يزوجك بنت غصب عنه. لا يعني اصحى على روحك. تبا انا مو اللي انجبر الزوج واحد. عار مثلك. عصب قام يغلط ويسيب. بسيطة. بسيطة يا شيما. انا اليتش. عفت ورحت. كمل للطريقة. هو بقوا بايه. يغلط ويسيب بالخلط المستشفى. وانا حسن. نار تاكل. ابناء تاكل اباسي من القهر. والله كلهم مصرخها وياه. اول ما دخلت جاتي بباب وروجه يضحك وحضنتني. وحنا سوي سوي لغرفة المعارضات بباب. ليتش بالذاتة. قولي هاي صديقتي مش تاكلها. خلي اشي نقال ودق عليك. اسمع صوتها يقول شنو حضرتك. شنتي بالحرب. غير انتي عروس. ونحتروا مضعشو خصوصيتك ما نغاطع عليك. هاي عم العسل. باب تضحك شوف يا عسل تحشين انه. انا عمتي وحمراتي ثاني يوم. خلوان خيموا عندي بالبيت. حتى ما نقدر ناخذ راحة. لو داحتك عمتي وحمراتي. شوف طول العسل كله. ما بقولي ولا قطرة. هنا على الاب وشكلهم. كانت تحشي مغامرات عيالها. وانا البس الصدرية وضميت جنتتي. بعدها تفضغنا. كل من راحة تتشغلها دخلت القسم الولادات وبلشت شغلي. جل الطائجة من هذا شاكر. واقول ليش? انا من دون البنات هالشكل. بعد بس من ادخل قسم الحوامل واسمع مشاكلها وتكون علي مصيبتي. واليوم ما ان شاء الله عدنا هواي ولادات. واليوم ما يمر علينا اذا ما يصي موقف غريب. يخليني واكفي مصدومين. وعلى طارق صدر مجدتي. ام محمد سستر ميتة من البجي. اول مرة اشوفها بهاي الحالة. رحت عليها. شونش بيش ام محمد قيرج ليش تبتشين? ام محمد القهر ليش سكتي شي ما راح اموتن. امن القهر شركوا اسم اسم الله واحد من عائل تشبيشي. ام محمد لا. لج لا. من تجوارينا جوابوها البحر المسيش وحالته كلش خطرة. ليش بيها والله ما اعرف منين شونو اقلتش? حتى السالفة ما تنحجري. ديكوني مش لاحتي قلبي. لبني عمرها سنوات دارهم بالروضة. امها موظفة متعودة من تخلص بظيفته. اتروح تبوم على بيتها. تاخذها من الروضة. خطيئة هي تحل. من دوامها الساعة الثلاثين. الظهر والروضة يخلصون دارهم الساعة الوحدة ونصف. فمن يحلون الروضة تبقى الطفلة تنتظر امها ام الحارس بالباب. بس الباحة امها من اجتي على بتها حتى تاخذها ما لقتها. لا بنتها ولا الحارس. وبابا الروضة مفتوح. وتالي ما تالي بعد ما دوات على بتها لقتها بضع يوقف العقل مختصفين بيتها. وشامها واحدة من الصفوف والحارس مضروب على راسه. حطيت يدي على قلبي. وهسا الطفلة شلونها? ام محبت زادت بالبتشي. ظلت ناشر ولد شي ما. الطفلة ماتت وما مخلن بيها شي صاحي. امها هسا بما استشرفتها من قبلة. احزن قلبي العصر. زين ما عرفت منه سوى هاتش بالطفلة. الام وجهت اتهام للحارس. ليش معنا الحارس؟ لان قبل يوم الطفلة قالت لامها بعد ما داوم اخاف لان بس الام عبارها تتكاسل وتدال لعمة تريد تروح لروضة. بس تقول انت بيتها يا بنتي مين تشوف الحارس تتخبض تختل وراي. بس تقول ما حاطب بالي واحد من مية ان الحارس يسوي شي والحارس. والحارس. اخذ ذول للتحقيق ومنتظرين هزي يسوي تحليل دي اناي. والمادة المنوية بعدها يعرفون. صدق اللي يسمع بلاو الناس اتون عن يوم وصيبته. فعلا مشكلتي لا شيء بالنسبة لهاي الام وبتهي. بعدها اخذت مكان. ام حمل الشغل الخطيئة كل شي انهارت اليوم. من البيج والتهت ويجابتها ام البنية. هوليوم هي مكانها عند الدكتور سولاف دغلت حالي هي ولقيت عندها الدكتور بافل دي تحت شوي اها بس شفت الدكتور بافل كل بين عصر وسلمت عليهم. وبلشت تحضير السبيل وادوات وعيني عليها باقر حركات وتفحص شكلة وابروا عليها. عبالها اول مرة اشوفها. عبالك. اي اريد اشوف خطبت هيدا شنو عندها مواصفها تغلتها يتغدرها. لفت باهي اسم حيدا بحجتهم. بحجتشيهم ركزت وياهم بالكلام ما انا اشترد. سولافي بس ما يصير هاتشي تخي تخربين كل شي ترى حيدا ما يفوت ولا تنسين خطوباتكم استمرت في سنة يعني موش هو يتهد مين هذا كله وضغرين يتفسخين. خطوب تشيرتش بكل سهولة. هفنا انتي قلتي هي بنفسش خطوبة داما سنة. وانا خلال هاي سنة حسيت ان او حيدا ما متوالمين. ايليش غير افتهم. سولاف انا هوية نازلة الحيدا. وبالمقابل مقدة. امقدم اي شي ما قدمش اي شي يثبت اهتمامه. انا اقلتش. اذا اقلتش. يمكن انا اخر اهتماماته. واشوك ما احتاجه. ما القاي امي ولا يقدر ظروفي. ما يتفاهم. احس بي كلش عصب. صعب. والحق ايش افتماعي في ادنية ذلك بابا من شارف وضعي. ويا حيدا نصحني اعبر انها ماداما ضيق. ونفسخ الخطوبة وكل ما يقعد بمكانه. سولافها امات حيدا خوش انسان ما يستاهل هادشي. يتسوين رفل. لعد ازيدتش بالشاربية تدرين من قتله نفسخ الخطوبة تقبل. الخبر بكل ورود وكأنما صاير شي. يعني حتى ما كلف نفسه ويحاول الاقناة. يغني اني اتراجع عن غراري. سولاف تردين. ترى لا تنسي اللي مثل حيدا ما راح ينزل. نفسه قاعد يتوسل. حتى ترجيعي ليلو على القص. رقوب تزميلي. وعرف كل الزين. رفل على العموم انا اجيتش. حتى اخذ رايش بالوضوع. وبدت رفل تحشي السولاف عن موضوها وانا التهيت. اهدي ابدأ قلبي اللي قامت تفكر. من الفرح على الخبر سبعت ايه. بس. تعالي اللحظة وانتش بيش فرحاني هشكله منه. بيقليش حيدا اصلا يفكر بيش. اذا. دكتورة بكبرها ما اهتم اله. تردين يا شي ما يلتفت عليك ويهتم لك او فهسانش بيه. اشو صبت احجب يا نفسي. اهدا. ممتبدة بفراشية قلبي ما يجيني نوم. افكر بقاسم اللي شلع قلبي. ما انهو ينتبه لي. ما ادري ينتبه علي واغلت. المشكلة انا اول مرة بحياتي احاول انتفت. انتبه. انتباه رجال. اريد اقل لي. هو مو مهتم بحياته وانا امراقه. انه تم زواجي وياه. بس ما عارف اشلو نوصل الى الكلام. اشوفه صعبة. استشاريت ابو لعريف ست هالي. حتى تساعدت قلدي اروحي. غمزي له بعيونك. وطلعي له سيقانك قدامي. وضح كيب دلع. هو راح يريجيك. زحف لتعوبة. انت فهمه السالفة خلط. انا ماذا اقول اريد ان حرف. اريد الفتن. انتباه زوجي. واقل لي احب اكمل حياتي وياك واتمم زواجي. بس اريد اقول لي. هذا الشي بطريقة. غير مباشرة. بنفس الوقت ما اريد اخسر ماي وجهي قدامي. تحرفين هاتي جلالة صعبة. هالة صفنة بتفكر. زين ليش ما تعلقين لا في تواقع. هنلقين. بيضة رجل بيضة كانتها. وكتبع لي هاتي تردينه ويجي اخاها. وهاتي وصلتي الفكرة بصورة غير مباشرة. خب امودة حظي. فد. مغة. ما ترديني. فانوما ما ترديني اعلق. عليها نفاخ وحط لها قلوب حموح. والله. مو سوش الصورش انا ما دافته. ما رفته من جاي اطلب منك تتفاعديني هو انتي وين? والمساعدة وين? هالة تضحك? اضحك والله شكلنا اعمى. يقود بالضرير وبالنهاية يثني لنا عميان. يعني انتي يا صديقي ما تفهمي ترديني علمتش شلون وانا كل معلوماتي الخارقة مصدرها. مصدرها من المستسلات التبكية. وافلام فيفي عبدو. يعني اذا نبعي الحنان بسرعته علينا حصار كلمة تعريد تحشي ويا اخواتي. فيش معوضة. اتقلوا مكتخب الزمني. بعيونها وتضرني من المكان وبكبرها عبارة دا. باسرار البيت الابيضة ما يصيب اعرفها. هزيتي دي هلا هلا. نعتقل لي تجي خالة. تسمع نصائحك. والله والله تنجلط. هالا مداش عوبة. انتي مو مو الواحد يساعدك حالا ما بيش نصائحي الثامنة اللي هدرتها عليك. اش عدنا الدكتورة فوزية اش عدها. ام النصائح عايز بعد قولي عزيزتي المرة وتلبسين حجاب اصفر. فاق. ويدوق العين. ويكمل الصورة. عدلت المخدى وانا نافخ. رجعت اتقلب. اوف تمثال ابو الحر النايم او سبير. يعني صديق دفع دف. دغني. عدلت وحي لبس الدجداشة ميلي قصيرة نصر الدن. ونسويت ميك اوب خفيف ورشية عطر. خفيفة قلبت. دغلى وبالك عني. تالي حضرت من دخل للغرفة بارو علي بدى المنافسه وقاعد يحشي ونسوى الفريعي. عادي كينما اكو انثى. واكف قدامي. يا اخي تحبك شوية. اخيرا الشيطان قبت. من وراء برودة. رحت قدام المراي. طلعت ورق مزين المكارج قاعد تمسح بحركات القلب. وانا نافخ ورفعت شهر بالقراس والتفت وارد الروح النام المفراشي لقيته واقف. ورايا من متصنم. يباره علي من فولي الجوه. وعيونه كانت بيها نظرات اعجاب. من التفت علي انتباه على روحه. ومسح وجهه بكروف ايديه. وقاعد يلعان الشيطان بصوت ناس. وراحت تجاه اسهر وتمندت عليه. وانا راح اتطفيت الضوة وتمندت على الفراشي قلبي يرجف. مثل الطفل بردان. افزشته. وجرد نظرات وعيونه خلتني عيش. هيش احساس حلو. زين الله ياخدني. اذا ياخدني وحضني. يحمس لي بحبة. يمكن. يما يمكن. اموت المصدومة. مصدقة روحي. سبعة جلية حجة وتوهيوس بصوتنا عسان. اقول هادي. من يقول هادي. احسن يحط. بيننا حواجز وحدود. تصعد. تصعب. تصعب على اي المهمة. شنو هادي ونمت? جاوبت. ابغي اضم. اقول شنو اسم العطري لحاطة تكلش عجرني. عز اخير النطق. او بالهول. طلعت. طلعت عنده. حاسة تشم. تشتغل. يا الله. انعام مع الله. على الاقل ننتبه العطري. وبالعافية. تدارج. لم يتحلقي. حتى اسيطر عليه. وقلت ابتقل اسمي العطري. ماي باربابي. هاي. ديبالك اتحطها من هذا العطر وانت طالب فاهم. ليش هذا عطري المفضل. دروح نعم احسن لك. انت بعدك اصغير وصعب عليك تفهمه. ودي ما يخلص الكلام اريد يبقى ريحة شويةي. وفجرت ان ذكرت موقع في العركة وسألته. يا صدق قاسم. انت ليش ما قلت الخالة? انا اتصالها وخبرتك بالعركة. قال لي ان اعرف امي كل سين. اذا تعرف انت ورا جايتي للبيت. راح تاكل عليك. راح تاكد عليك. منا ورايح ما تصرفين من يمك. وهذا تصير مشكلة. وتتحمها. تتحم عليك. بتكتيم الخال الخابة. وما تحكي لي. لان امي بها طبع. ما تحب. ادري لي كل شي. لذلك انا ما قلت لها بيجسرين للعين وايدي اليمنى بهذا البيت. وتحكي لي كل شي لان. يصير لان امي ما تحب بالمشاكل وهو تتنازل العمامي. تكتيفي الشر وتخاف علي. خاف اتعارك ويهم. وان هذا الشي ما يبضيني لان هما يتصورون ان انا اعرف سرائتهم وي امي. وساكت عليهم. يعني باقتصال ما بيه خير احمي اهل بيتي. لان ما اقدرهم. هس فهمتي الله روح ينامي. بعدها قاعد يقلب بالنقال كل شوية اسمع مقطفتي وشكل. وانا بقيت لقلب ابو فاشي سحابة النقالي. من جوال مخدة. وراسلت فاطمة صديغتي. على الوات. بعدها شفت قروب خواتي. شفت ضحاء دازة وميوا يحجون بالعقروب والقلل لها امو تنسي العقوب باتر. من تجيل على الغداء. جيبوا ياتش عواقق التحاليل والسلامات. ضحاء كاتبتها اليش من قصة وقصة صور عليهم وثنتهم اليش على الواتسة. ميوا الصور كلهم مخشوش. مغروشات كلشي ما افتهم منهم. ضحائموا. هذا الخبيض السيف كل شوية. اموقع نقالي بلقاه. نعلى ابو طهرة. يريد بس حجة حتى يعطل النقال وارجع مثل قبل ان قطع عنا العانة. وعلى طال النقال اتعبوا ما حسيت هنا نقالي خمفة ضواه وقام لمض والنظفة. اروف منك. هلس وقتك استهوى شحنته. كان مياه شفت عفقة شحنة. اروف الظاهر استحق تبديل ولو والله يساعده. صار لقر قرن عندي. حتى نسيجه عن كابول صار عليه معمه. فرجعت اجوا راسي. ورحت رجعت بالافكار تأكني. لحظات كان اسمع صوت النقالي يقطع علينا الهدوء. اسمع رد المتصل بصوت هامس ومصيدر. ما يصيدر. يمكن عبال انا نمت لان مرات من اكون قاعدة تتصل. علي اسد كهف. ما يجاوب هو ينتظرني انا. منا لحد ما انا. هو الله يحكي وياها. هو يسوي هكي بس المصيبة. انا باخر فترة عيني عليه. ما تاخد نوم. واضلا اكل بروحي. من تتصل عليه. هو يحكي وياها. مسل من الغيض. والقاهر اضلا. على الله بيدي. المشكلة ما لي حق اعتبض واحجال اتصاله وياها لان انا تنازل عن حقوقي. هو حد ان يبركته كل. وقال لي دي ربالج. يجي يوم قاعدين تشككين. تشكين من تخصيري وياك. بس ما لي حق. يمي. ما لجل. حبست انفاسي. وانا اسمعها شلوني يهمس لها بصوت. بصوته. او بكلام حلو. وقال لي. وكل حنية. يوم ما احسن ان شو عبطت لقى. اني كنت لغدة. وبقى ها ما تشنت حاسبة. احساب هادا اليوم صبتها تقلب. لاحظت صوت انقرب جدي وقال بها. انا قلت. لا يعني لا لا نزعليني من وزعلة الكلاب السود. وربي كوني يلتم عليها الدود. وصرت اتحرك اقهر. هايدا الفت انتباه الوجودي. ضربة رجلي بالسرير متعمدة. بس اشو هذا ولا يما الظاهر الاخ. رايح من دمج. ويا كهف لعدانة اليك. بسيطة. اذا ما اخهر عليكم الجرد ما اكون هادي على قوت. سويت روحينا اي مصر تشوخر بنشاز. بصوت عالي. عبالك ام حمرك. محمرك مورك. اخلو يا امي لزمها. نف. نف. نفت تفلى شعرها 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 شعرها. واخلي هي. ته. 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 قدامي اسمعي. يقول لي الهيفد ولا ربك لا لا اهواري على قلبي. بعد ما اتحمل روح انفجار وعلى ضعر انفجار. انطيت ترجل. السرية ضربة عبرال اقصص. اذا من زهر القهر. طلعت لحركتي. كلها بالضربة. خليتها يفز من مكانه ويوقع نقالة. اسمع قام يسب. ويغلط لان حاسية علي اقام نفس السرية. عزهاي. بس لا راح يجيني قبل قطيت راسي باللحاف وزوعة نفسي نعمة. قلبي قمز من مكانه مشغل الضوء. حاسية علي اقترب مني. وانا نجوه الغطى حابسه انفاسي. وما احسن لو الغطى ان شاء فجأة بحيد. عطت من الخرعين على البريزك. عقد حاج برصة سنة. ويسعين لي بكل هدو. هاي انتي ضربت السرية هالشكل. بلعت رقي ومشت بعيوني. وجاربته كل ببا على هاي. مو انا ضربته السرية في هذا الجني ضربه. تسعة عيوني من ذكرت كلمة الجني. وقال يعني يا حضرتك جنتي قاعدة وتسمعين الكلامة ونحجب التلفون. من زود الخوف جاربته بسر علىه والله جنت. جارة الغرفة ظلمة كلش ما سمعت وليش انتي وتاليها. وياك كل يوم طلعت لبسها في الشكل والله بغتش بالليه. كان سريت شابه الجواب تغير. اريد اعرف ما يحتاج تسوي. خلي اربط بالخروف. بوعيت عليه لمحل قبل قوان طاني ظهره. وراح تفضل ونام. وقبل لا ينام قال هاي بطل حركاتك ترى تعم على روحك وتنسحل. بعدها حطيت راسي عليه. وحطيت راسي وانا اتحلف واتوعد بس خلي اصبر لي. قعد يوم ثاني من الصبح صليت. واليوم لازم انزل قبل الان حمواتي فاطن وسرور وجهاني ما يوصلوا. اتجاهت حتى اقعد قاسم مثل كل مرة. بس هالمورة ملي جهت اقعدت كان نايم على بطنه. هو وجهة صاير جانبي نوم نومتها شوائية فوضوية. بس وجهة كان باتجاهي. فواعد على الظاهرة. قعدت. وقعد عيني على وش من الصغر. احس اصابع ايدي قاموا ترقزني. وش من الصغر صار يغميني حتى اللمسة. لقيت نفسي غاصة. اني مادة ايدي على الظاهرة. ومشيتها بكل هدو. وصلت للمس الصغر بكل رهبة. عبالك تحفر فنية ثمينة. شعال ملمس بشرته. دافي. رجفت. رجفت ايدي. وشيت مشغوله باكتشاف شعوره الجديد. تماما مثل الطفلة تكتشف شي جديد عليها. تكون متفاجأة ومبهرة بنفس الوقت. حسيت يلضي. النساء يخفق. بس فجأة ما حتى دلقاسم نهضر على حينة. في متفاجأ. وعقد حواج ريون وحوموا من اثر النوم. يسألني بشك. شنو تساوين. صار وجه انام من الاحراج. شنت اريد قعدك حتى تلاحق على الشغل. وعليه ومضعونه. وسحب نفس اميق مثل اللي كان يركض فرقة من السماء وقال المشكورة. حتش هو متوجه للحمام. تلمست حرارة خدودي. عزيه. بس لاحص علي من شنت مراحلة راحتي واتلمس الصغر. نزلت جوا سويت لريوق وشان خالطي امقاسم. قعد قبلي قالت عفي خالة بالعجل. روح سعدي قعد تناول لي فوق هالا وهدئين. خليها منزلون. يلا البنات على جاية. بوعد عليها وقدت خالة خلي اتصال لامرنا وكاثر يجون على الغده. ويانا على الوهز. بوعد عليه وبتسمت. هذني ما قاعد من النوم الا اذن. اذن فوق راسهم. يا الله. صار خالة. هس اروحا. صبيت شاي القاسم وحطيتها ريوق على الميز. وطلعت اريد اصيحة للبناء. شاي القاسم بوجه وعوني هالمورة متباوع لي بحذر. مثل لدي درس ظاهرة غريبة. على يوم اتفاجئ. بيها دلنا قيت وقوم بنا الطريقي. ترى مني. سمعت امقاسم وقالت لهاي امقاسم عن اوين. اشو ما تريقت? جاوبها وقال حجيه. شبعان ما مش تيت ريك. خلص اليوم وانا تقلب ما بين مدو جزر المشاعر. بعدها صرفت النتيجة اللي راح اقوم تمسكها بزواجي ما اتناسل عنه الرهف. قاعدت البنات من النوم ونزلنا بلجنا حل حملة شامنا البيت وبعدها اجوا البنات والتمين على القدو صعدنا صدق تونسنا وقاسم ويشام رجعوا للبيت من وقت على مول خواتهم. وللعصر شان يجون بيت عم محمد رهفوا امها وابوها استقبلتهم من قاسم والبنات. انا رحت طلقة صادت لبست احلى المنابس عندي. وعدلت روحي. شنت اتحرك بسبعة. وهالا كل شوي اترمش لي. حتى انزل. بعدها دزلت لي وسهلة على الواتساب. لجعوبة بسرعة نزلي. هاي بها في العواد اخلط ويقاسم بالاستغبار الواحد